انا هستليف من مخرجنا الجميع، سهل سعطية 30 ثانية بس تقولي اغرب لقطة في المباراة. ما خليك كريم يعدين تقيقة. مو مش يدين عشان هيدي عليي. انا مش عليك انتهت هتغرب بعدها. اغرب لقطة في المباراة. اه. وليلازم لعبت النادي الاهلي ترومن نفسها عليها جدا 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 مبارح. الفاول اللي حطه حسين بن عيادة وجات في القائم على يمين مصطفى شوبير. اهات اللا قطتين هما في رمين بالزبط. لقطة بالنسبالي علامة استفهام لعدة النادي القالي. ما ظنش ان هم هيصدقوا نفسهم لما يشوف ان هم عملوا كده. الكرة تلعبت كرة سابتة راحت راحت في العرضة لما ردت بصها كريم. الكرة دي الكرة دي بتتكلم على انه ما عليش فيه فيه تاني اللي قبله اللي طلع فيه السبعة لعيبة. الست لعيبة بتعليد بصها كريم. واحد حاطت ايده في وسطه. الخمس لعيبة واقفين بيستنيين الكرة مش عال فيها تروح فين? الاتنين اللعيبة راحين عاملين الفول وبتعشباب بلو ازداد لوحدهم. الاتنين اللعيبة دول في الفريم اللي قبله هم جايين من وراهم. عشان ما ينفع عشان الكرة توقعش تسلل. هم جايين من وراهم. الكرة دي تلعبت وردت في العرضة لحسن الطالع انها ردت على جنب. لو ردت جوة. جول. اللعيبة بقولك واحد حاطت ايده وسطه والخمسة التانيوة فين بيفرجه. اغرب لقطة شفتها لدفاع النادي الان فترة طويلة وفي المباراة دي تحديد. صحيح.